موسيقى تجمالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوسط البحرينية التي نطالع منها ساعة البلوتوث الذكية من سيتيزان كشفت شركة سيتيزان اليابانية النقاب عن ساعة ذكية تعمل بالبلوتوث تتميز بالتصميم الأنيق والكفاءة والجودة العالية وتتسم ساعة البلوتوث الجديدة التي يتم إطلاقها رسميا نهاية صيف العام الجاري بزهولة استخدامها مع ميزة إضافية هي الاتصال بالهاتف الذكي اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة تطبيق لبناني يستبدل بصمة الإصبع محل كلمة السر أعلنت شركة لبنانية ناشئة عن طريقة لتعزيز الأمن الإلكتروني في المنطقة من خلال تطوير مدير لكلمة السر يسمح للمستخدمين باستبدال بصمة أحد الأصابع لتحل محل كلمة السر في هواتفهم المحمولة وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستخدام يشعر بالإطمئنان على حفظ سرية المعلومات على هواتف المستخدمين إلى صحيفة القص العربي مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها شاشة حمراء بجالكسي اس ايت وسامسونج تعيد بإصلاح هيها اشتكى عدد قليل ممن حصلوا على هاتف سامسونج الأخير جالكسي اس ايت من تحول درجة اللون في شاشة الهاتف إلى الأحمر وهو ما دفع سامسونج أول الأمر للمسارعة بالقول إن من السهل إصلاح المشكلة من خلال معايرة يدوية للألوان قبل أن تقرر أنها ستطرح تحديثا يصلح المشكلة مباشرة اشتركوا في القناة